موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في كتابه العزيز ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم تشير الآية الكريمة إلى أن استمرار النعم متوقف على دوام حال المنعم عليهم الذي تحققت بسببه النعم وأن هذه النعمة يطرأ عليها التغيير إذا ما غير المنعم عليهم ما بأنفسهم آية تحوي في ثناياها منهجا للحياة وللتعامل مع مفرداتها فما طبيعة النعم التي وردت في الآية وكذلك ما طبيعة التغيير الحاصل في أنفس المنعم عليهم الذي استوجب تغيير النعم وزوالها ولماذا استعمل النص القرآني لفظ القوم بدلا من المسلمين وما منهاج الإسلام في التغيير أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد تبحث قضية التغيير في النفس والمجتمع وفق التصور الإسلامي للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة لأستاذ عبدالوهاب يكنجي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أهلا بكم أستاذ عبدالوهاب أهلا وسهلا بكم بارك الله فيكم إن شاء الله ذكرنا الآية التي وردت في القرآن الكريم ثم هناك آية أخرى تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نريد أن نبحث معكم أستاذ عبدالوهاب طبيعة التغيير المراد بهذه الآية ما طبيعته وما حدوده طبعا التغيير سواء كان من الله سبحانه وتعالى للعباد أو من العباد بأنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أولا يجب أن نعلم بأن مدار الحياة تتوقف على التغيير عندما يكون هناك جموت هذا يعني بأن الحياة قد واقفت سواء كان من ناحية الإنسان أو من ناحية العالم العالم من ناحية العالم من ناحية الكون نعم لأن العالم متغير وفي نفس الوقت كله متغير محادث وهذا يدل على وحدانية الله وعلى خالقية الله تعالى للعالم عندما تتجمد قوانين الكون وينتهي التغيير هذا يعني بأنها قد قامت القيامة وقد انتهى كل شيء وفي نفس الوقت الإنسان أيضا هو يازم أن يكون متغيرا ولكن تغير الإنسان هو على نوعين تغير إيجابي وتغير سلبي فإن كان تغيره تغيرا إيجابيا هذا سيكون سببا لتطوره ولتقدمه ولنجاحه وإن كان التغير هو يعني من جانب السلبي هذا أيضا يكون سببا لنهايته ولتخلفه فردا وفي نفس الوقت اجتماعيا لذلك من سنن الله تعالى جل جلاله مع أننا نؤمن بأنه لا يمكن أن يتحقق شيء في الكون بدون إرادة الله وما تشاءون إلا أي شاء الله ولكن انطلاقا من هبة الله ومن أعطاء الله لعباده الاختيار الجزئي المتعلق أيضا بقدرة الله تعالى من سننه تقدم الإنسان وسعادة الإنسان وتفوق الإنسان والسلم في المجتمع الذي يعيشه الإنسان أو يكونه الإنسان ووقوفا على أيضا التغير إن الله تعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تعصن علينا كمسلمين أمانا بشر علينا كبشر علينا كبشر إنكم في مقدمتكم أشارتم إلى نقطة مهمة جدا لماذا لم يقل من المسلمين كنت سأسألك عن هذا هنا الآن وقال هو إن الله لا يغير ما بقوم وكلمة القوم هي تحتوي المسلمين وغير المسلمين وكلمة نكرة أيضا هي تفيد العموم ليس قوم محدود قوم خاص سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين أي قوم من الأقوام وأي لون من الألوان وفي أي بقعة من بقعة الأرض إن لم يغير نفسه إن الله تعالى لا يغيره ما طبيعة النعم المقصودة في الآية؟ إن الله تعالى لأن الله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهذا في سورة الأنفال وفي سورة الرعد يقول إن الله لا يغير ما بقوم طبعا تفسير الآيات يعني التفسير الأولوي تفسير الآية بالآية الأخرى عندما نحن ندع هذه الآية بجنب الآية الأخرى يعني ندع آية سورة الرعد بجنب سورة الأنفال نعلم أو نستخرج أو نستنتج بأن المقصود من المقصود ما أنعم الله عليهم إن الله تعالى أنعم على البشر بالسمع والبصر وبالحياة وبالعيش وبكل ما يتعلق بالحياة الطيبة يعني إن الله تعالى أنعمهم فطريا وفي نفس الوقت قد صب عليهم نعمه مما يتعلق بمعيشة الإنسان وبحياته يعني سواء كان روحيا أو بدانيا أو كل ما يتعلق به نعم ولكن الإنسان يجب عليه أن يكون شاكرا تجاه هذه النعم تجاه هذه النعم والشكر هو في نفس الوقت تطور وتغيير بمعنى الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه لما خلق لأجله فإن البشر سواء كان مؤمنا انتلاقا من إيمانه وسواء كان مخلوقا إنسانا انتلاقا من بشريته وفطرته لأن الله تعالى خلق الإنسان على الفطرة الولد يولد على الفطرة يعني سواء كان يعني ولد المسلمي مولود المسلم أو سواء كان مولود غير المسلمي فأبواه يهودانه أو ينسرانه أو يمجسانه يعني هذه النعم الفطرية الإنسان لو حافظ عليها وقام بآضاء واجبه بآضاء واجبه أو الواجبات التي تتعلق بالمنعم 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 يعني بالمنعم عليهم هذا يحتاج إلى تجول يحتاج إلى تغيير يحتاج أن يتحرر الإنسان من الجمودية فلو كان أصبح واقفا وأصبح نادرا للنعم هذه النعم هي ستفوت وتزول منه لذلك إن الله تعالى يقول إن الله تعالى يقول النعم التي أخذها خالقها من المنعم عليه أي من البشر إنما هي نتيجة عدم تغييرهم عدم تغييرهم بمعنى الشكر بمعنى الشكر أو عدم تغيير أوضاعهم السيئة بإنقلابها إلى أوضاع الجيدة لكن أستاذ عبداللوم لو أذنتني قد يكون هذا مفهوما في حال المسلمين لكن في حال الكافرين أو غير المسلمين ما هي النعم المتعلق ما هي الحال التي هم عليها استوجبت نعم الله سبحانه وتعالى وما الحال التي انقلبوا عنها فاستوجبت زوال نعم الله عنهم في غير المسلمين النعم التي هي تتعلق بالدنيا شيء ونعم التي تتعلق بالآخرة شيء آخر الآن يمكن أن نقسم وأن نعلق هذه النعم التي ذكر الله تعالى أو أن نقيدها بالنعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا المسلم انطلاقا من إيمانه يجب عليه أن يشكر الله تعالى وأن لا يتجمد وأن يغير حاله أن يغير حاله إن كان حاله سيئا بمعنى عدم آداء واجبه من الحفاظ على النعم الحفاظ عن نعم واجب وفي نفس الوقت شكر الحفاظ على البصر والابتعاد عما يزيل البصر الحفاظ على الأذن والابتعاد عما يسيه السمعة الابتعاد وهلما جرم إن الإنسان عندما لم يقم بواجبه إن الله تعالى يسلب نعمه منهم ولذلك يقول الله تعالى لا يغير ما بقوم من المساعب لا يغير ما بقوم من المشاكل التي الآن يعيشونها في الحقيقة أريد أن أقول بين قوسين عندما نحن نتكلم في قضايا إسلامية انتلاقا من الآيات والقضايا الإسلامية كلها بدون استثناء قضايا إنسانية حتى أن يعلم المشاهدون بأننا نحن عندما نقرأ القرآن يعني حتى لا يتصوروا ولا يخصصوا تصورهم بما بعد الموت لأن القرآن قد أنزله الله تعالى ليخرج الناس يعني كتابنا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لذلك الآن نحن نعيش في الدنيا ونعيش مشاكل يعني مشاكل سواء كانت قطرية سواء كانت عالمية وهناك مشاكل في الأراق وهناك مشاكل في جميع الأرض يعني أغلبية البشر تعاني من المشاكل هناك حفنة لو أذنت لي أستاذ عبدالله رجل مع لها النقطة مهمة يجب أن نحلدها يعني هي النعم الله يسبغ النعم على عباده ابتداء أم أن هذه النعم يسبغها الله سبحانه وتعالى على عباده سواء مسلمين أو غير مسلمين بناء على أفعال فعلوها فاستوجبت حصول هذه النعم لا إن الله تعالى هناك نعم عامة ينعم الله تعالى أنعم الله تعالى أنعم الله تعالى على جميع عباده مثل مثل التنفس مثل السلم مثل المعايشة مثل الأمن مثل الأمن يعني هناك أمور عامة وتتعلق بجميع البشر والله تعالى عندما خلق عباده يعني خلق هذا الجو الذي يعيش في هذه العباد يعني متنعمين بهذه النعم ولكن والله تعالى قد خلق له أعضاء يعني أعضاء البدن وكلها نعم ولكن الإنسان هو الذي يغير النعمة إلى النقمة بماذا؟ بتصرفاته مثلا بعدم حفاظه على صحته هذه النعمة تتحول إلى نقمة بظلمه نعم بظلمه على نفسه أو بظلمه لغيره أو بسرقته لأموال الناس أو بإدارته السيئة الظالمة للبشر إن الله تعالى أنعم عليه على عبد الملعباد بالقدرة على أن يدير الناس وقد فتع له المجال المجال ولكن هذه المجال كلها لها سنن كونية لها قوانين لها قوانين يعني طبيعية يعني عندما نحن نذكر بعض الأشياء يجب علينا أن ننسى بأن هناك أسباب وأن لا نتجاوز الأسباب يعني الأسباب هي التي تنتج ولكن النتيجة متعلقة بالأسباب المخلوقة من قبل إلا تلاحظت أن لا نبعد الله عما نحن نعيشه ونبعد أنفسنا عما نحن نعيشه هذه الأمور أستاذ الفاضل يعني هذه الأمور كلها تتعلق بماذا؟ تتعلق يعني ترتبط بالحفاظ عليها عندما نحن لم نحافظ عليها نحن لم نحافظ نعيش مشاكل مثلا الإنسان إن تناول شيئاً مضراً لبدنه وإن أتى بذارم رئيساً على مجتمعه هذه أو سكت عن منكر من المنكرات التي نحن كلنا نعاني منها منكرات يتعلق بالاقتصاد منكرات تتعلق بالتعامل والتعايش منكرات تتعلق يعني بأسرة بمجتمع هذه الأمور هي تنتج سلب النعمة وتنتج تحولها إلى النقمة ولذلك يقول الله تعالى أنتم تريدون أن تخرجوا مما أنتم تعانون منه أو تخرجون من الوجع الذي تعيشونه في بدنيكم أو من الأمور التي تعيشونه في مجتمعكم عليكم أن تغيروا أنفسكم طيب أستاذ عبدالوهاب يعني الآية يعني واضح في الآية أن هناك مسألة شرطية بمعنى أن تغيير النعم أو زوال النعم متوقف على تغير القوم ما بأنفسهم على تغيير القوم ما بأنفسهم ما علت يعني هل ثمت حكمة مدركة بتعلق تغيير النعم أو زوال النعم على تغير حال هل ثمت حكمة مدركة في هذا الشرط زوال النعم ماتي يعني زوال النعم متوقف على تغير النفوس تغير القوم حال القوم ما الحكمة المتعلقة بهذا الشرطية؟ طبعا إن الله تعالى هنا يرشدنا على أن نقوم بواجبنا وأن نعلم بأن المصائب أو المشاكل العامة المستوعبة للحياة ولمختلف جوانب الحياة هذه المشاكل هي نتيجة من نتائج سوء عمالكم وعدم حفاظ على النعم يعني لو جلستم يقول الله تعالى هنا لو أنكم جلستم في محلكم ولم تحافظوا على النعم التي أنعمتها عليكم والآن صلبتها لمواقفكم إن لم تغيروا أنفسكم بهذا الشكل ولم تلتزموا بأنفسكم بهذا الأسلوب بالتغيير بالتغيير إذن يعني لوموا أنفسكم وهذا جزاء من جنس عمالكم جزاء مفاقة وهذا الجزاء لا يتخصص بدخول النار إنما هو جزاء أيضا في نفس الوقت يستوعب حياتكم مدة باقائكم على الأرض إن الله لا يغير ما بقوم والقضية هي قضية مهمة جدا ولأهمية القضية إن الله تعالى عندما يخاتبنا يخاتبنا بتعبيرات دقيقة يعني بمؤكدات إن الله لا يغير ما بقوم حتى للغاية حتى يغيروا ما بأنفسهم وعندما يقولوا حتى يغيروا ما بأنفسهم لم يخصص التغيير بجانبهم هنا يوجد في تعبير الإلهي القرآني يوجد هناك تعميم ما بأنفسكم ما هو ما بأنفسنا كل ما أشرت إليه ما بأنفسنا طيب هذا يقودنا إلى السؤال يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وفي موضع آخر في سورة الأنفال مثلا يقول لم يكن كما قرأنا في المقدمة أستاذ عبدالوهاب يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم هذا يوحي هناك هناك في إطلاق لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم في إطلاق أما هنا يعني حصل الموضوع بالنعم يعني كما لو أن هنا أنواع من التغيير ينبغي أن تحصل عند الإنسان كم أنواع من التغيير سيد الكريم هذه الآية في سورة الأنفال في سورة الأنفال يدل أو تبرن على صحة ما قلت وما قلت هو كان أيضا مستمتا من هذه الآية إن الله تعالى قد أنعم علينا بنعمة قبل أن تتغير قبل أن تزول لذلك يقول لم يكنوا غيرا نعمة إذن نحن كنا في نعمة يعني عندما خلقنا الله تعالى كبشر كنا في نعمة لأن الله تعالى خلقنا وقد هيئ لنا جميع مستنزمات الحياة بعد الخلق بعد الخلق من التشريع من إرسال الأنبياء من البدن الصحيح البدن الصحيح لأن الإنسان هذه كلها نعم يعني الإنسان لا يفهم بعد نعم إلا بعد ما أن يفقدها الآن مثلا نحن ننظر ونشاهد بوجود هذه النعمة التي الآن يعني بين أيدينا حي العينين لا سمع الله لو فقدنا العينين لفهمنا بأن هذه النعمة لا يمكن أن تقاس بالدنيا وما فيها يعني لو كنت لواحد درير يعني وكان عنده جميع أموال الدنيا أنا أريد أن تعطي لي هذه الأموال وأنا أعطي لك عينك يقول أهلا وسهلا يعني وسيرعب بهذه بهذا الترح لذلك إن الله تعالى ماذا يقول لم يكن غيرا نعمة نعم نعم ليس نعمة خاصة جميع النعم لأن الاسم هي نكرة أنعمها على قوم يعني ليس على قوم محدد يعني مؤمن أو غير مؤمن أي قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني حتى أن يقوموا بواجباتهم الفطرية نعم بواجبات من الفطرية إن كان غير مسلم لأن من واجب فطرة الإنسان الحفاظ على مصلحته أو مصالحه نعم التي هي جزء من مصالح المجتمع نعم ويقيد الله تعالى يعني الأمر بهذا حتى أن نركز على تغيير أنفسنا وعندما نصاب بمصيبة أو نعيش مشكلة من المشاكل يعني بدل أن نختصر أكيد الدعاء مخل عبادتي يعني نحن نؤمن بأن دعاء له أثر ولكن لو كان تغيير القوم بالدعاء فقط لما أرسل الله تعالى أنبياءه ولما أرسل رسوله وهو قام وهو يعني قادية التغيير أستاذ الكريم قادية التغيير قادية مهمة جدا وجميع الأنبياء يرسل أجل أن يقود التغيير التغيير في المجتمع الذي رسلوا إليه نعم أستاذنا حقيقة يعني ربما هذه الصورة صارت واضحة بعد الفاصل نريد أن نبحث معك ونبتعد قليلا عن المجردات ونتحدث بشيء من التفصيل عن مجالات التغيير وضوابط التغيير وأليته في المنظور الإسلامي ولكن ليس قبل الذهاب إلى الفاصل نتابع حديثنا بعد هذا الفاصل أسعدكم الله وهذه عودة لمتابعة الحديث في مفهوم التغيير ومنهاج الإسلامي في ذلك وحديثنا دائما حديثنا دائما مع الأستاذ عبدالوهاب إيكنجي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أجلد الترحيب بكم أستاذ لا بك الله فيكم وعلى وسلم في مواطن كثيرة من الوحي كتاب وسنة في القرآن الكريم وفي سنة المطاهرة ثمت في موضع حث على فعل التغيير أن التغيير مطلوب وثمت في مواضع أخرى نهي أو تحذير من التغيير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم ثمت تحذير خفي في هذه الآية من التغيير من تغيير الحال ما المجالات التي تريد الشريعة من الإنسان أن يغير فيها وما المجالات التي لا تريد وتحديدا هنا حتى نكون عمليين في موضوع المسلمين نتحدث عن المسلمين ما المجالات التي تحث الشريعة المسلمين على أن يغير فيها حالهم والمجالات التي تحذر من ذلك يعني طبعا التغيير من ناحية الدينية يواجب من الواجبات ورسول الله عليه السلام يقول من استوى يومه فهو مغبون يعني استواء يومين يدل على التجمد وعدم استواء اليومين يدل على أن هناك تغيير حركة هناك حركة والحركة هي في نفس الوقت تغيير الحالة تغيير الوضع ولكن كما قسمنا التغيير إلى قسمين تغيير إيجابي وتغيير سلبي نحو الخلف ونحو الأمام الإسلام يأمر المسلمين بالتغيير نحو الأمام بالتفوق والتقدم وفي نفس الوقت كما هو معروف ومعلوم عند كثير من المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم ممكرا فليغيره بيده تغيير فإنما ستفى بديساني مثل هنا مراطة التغيير شرعي نعم وهذا الأمر واجب من الواجبات وإذا أطلق هناك قاعدة أصولية إذا أطلق الأمر فالأمر الوجوب إن لم يصبح صارفا عن الوجوب وهذا أمر غير مقيد بأي قيد وهو مطلق ولذلك يدل على الوجوب لمن يستطيع فليغيره بيده فإنما ستفى بقلبه فإنما ستفى بلسانه فإنما ستفى بقلبه وذلك أتعف الإمام لذلك التغيير هو في نفس الوقت ميزان لثقل الإيمان وخفته حتى لوجوده وعدم وجوده وليس وراء ذلك حبة خردن من الإيمان هل يعني التغيير هنا التطور هو التغيير الواقع السلبي والتغيير الحال الموجود بتطوره نحو الأمام المسلمون مكلفون عن تغييرين تغيير الواقع السلبي إن كان هناك يعني واقع سلبي ما هو الواقع السلبي؟ يعني عدم الالتزام بالدين اتكاب المحرمات أو يعني اتكاب المحرمات التي تتعلق بالفت التي تتعلق بالمجتمع هذه الأمور يعني الإسلام يأمر المسلمين بأن يغيروه وأن يبدلوا أن يغيروا أن يبدلوا المحرمات إلى غير المحرمات يعني أن يأتوا بالواجبات التي يزم أن يلتزم به ويتمسك به المسلمون لذلك يعني قضية التغيير هي قضية جوهرية وقضية من القضايا الأصاسية في دين الإسلام فكما أنها هي فطرية فكما أنها هي سنن الكون السنن التي خلق الله تعالى هي في نفس الوقت سنن كونية تتغير ومتغيرة ومتبادلة وهكذا يدوم الحياة حياة البشر أيضا موقوفة على ذلك ودين الإسلام هو دين الفطرة والله تعالى أرسل الرسل لأجل أن يغيروا المجتمع الذي يعيش فيه مثلا المجتمع الجاهدي يعني أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أخرج من هذا المجتمع الجاهلي أخرج من مجتمع متحضر وأخرج وأخرج أفراد يعني قد حصل فيهم تغيير يعني عمر الفاروق عندما كان غير مسلما وعندما آمن بالله وبرسوله وقبل الرسالة النبي هناك يعني عمران يعني عمر عمر وهذا العمر الذي نحن نفتخر به وعندما نسمع كلمة العدل يتبادل إلى ذهننا عمر من الخطب لأنه هو الذي يقول أساس الملك العدالة هذا التغيير الذي تتحدث عنه أستاذ عبدالوهاب على أهميته يعني الصحابة كانوا عبارة عن رجالين في الخيام أو حتى لو لم يكنوا في الخيام في مكة يعني لم يكن هناك المجتمع المتقدم مجتمع كانت تنتشر الكثير من بين العرب قبل الإسلام الكثير من الرزايا من مساوي الأخلاق طيب حتى صار الصحابة سادة العالم ما ساحة التغيير ما الذي حصل أين حصل التغيير في أي ساحة حصل التغيير أولا في التصور حصل التغيير في التصور بأنهم كانوا يشركون بالله ويعبدون ما كانوا بعد الإيمان يسعون مما كانوا يعبدونه قبل الإيمان يعني كانوا يعبدون بما تصنعوا بيه أيديهم وهناك أشعار وأبيات يعني في هذا الموضوع يعني حصل التغيير في التصور والإيمان هو أسو التصور حصل التغيير في السلوك يعني المجتمع الذي كان يعني يقتل أولاده البنات 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 أصبح مجتمعا مجتمعا يؤمن بأن الجنة تحت أقدام البنات أي تحت أقدام الأمهات المجتمع الذي كان يبيه ثورة وليس فقط تغيير ثورة جزرية والثورة هي نتيجة التغيير لو لم يكن تغيير لا يمكن هناك ثورة يعني الثورة هي نتيجة من نتائج التغيير الثورة يعني نعم المجتمع الذي أو الأفراد الذين يعني كانوا يستعبدون القويه كان يستعبدوا الضعيف أصبح أصبح بهذا التغيير بتغييره وبتغييره من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصبح كموزين العديل نعم يعني أصبح مثل المؤمن في تواضيهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد واحد المؤمن سواء كان فقيرا وكان غنيا سواء كان عالما وسواء كان أميا يعني جعل المصاوات وأسس المصاوات بين البشر بنعمة التغيير بنعمة التغيير ولكن يعني هناك تغيير رباني نعم مأمرون به وحتى للإفساد والثورة والثورة الإفساد أيضا هي متعلقة بالتغيير مثلا من قائد الثورات التي هي ضد الإنسانية إبليس عليه اللعنة إبليس عليه أنه هو يقول ماذا يقول يقول يعني هو أيضا يستهدف التغيير ولكن التغيير تغيير الأبيض إلى الأسوة تغيير الإجابي إلى الصلب تغيير في دين الله تغيير في صفات البشر وتغيير في نعم الله جل جلاله هذه التغيير نحو السلبيات نحو التقهقر والتخلف هذا أيضا يقوم به إبليس يعني من أراد من أراد الإصلاح عليه بالتغيير ومن أراد الإفساد عليه بالتغيير قائد الإفساد هو إبليس طلب بنا الله تعالى أن يهمله أو يترك له الفرصة بمعنى أن يترك الناس مع الأسباب ليس بمعنى الإلزام والإجبار لأجل التغيير والرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسله وأرسل جميع الرسولي لأجل تغيير البشر وهذا التغيير نحنه كما أشارنا إليه لكن التغيير وفق مراد الله سبحانه وتعالى كل شيء وفق مراد الله يعني إرادة الله شيء لا أتحدث عن الإرادة إنما وفق مراد الله بمعنى وفق شريعته وفق بهذا المعنى وفق التغيير وفق مراد الله بمعنى شريعة الله بمعنى أوامر الله التي هي مطابقة وموافقة لتبيعة البشر كبشر هذا التغيير هو واجب المواجبات الإسلام ونحن نشاهده في عصر الصعادة عصر الشقاوة تحول إلى عصر الصعادة بالتغيير عصر الجهالة تحول إلى عصر تحضري وتمدني والعلم بالتغيير بالتغيير الأفراد هناك عمر بن الخطاب غير نعم يعني في عصر الجهلية وهناك عمر في عصر الإسلام الإسلام وهكذا جميع الصحابة لكن أستاذ عبدالوهاب يعني نعود إلى الآية حتى نحرر الموضوع أكثر يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم نعم وهذه نكرة تفيد العموم نعم صحيح على كل الأزمان والأوقات طيب نلاحظ الآن في الأمم مثلا الغرب أمريكا كانت عبارة عن قبائل متحاربة فيما بينهم واحتلتهم بريطانيا وأوقعت فيهم القتل الكثير لكن بعد ذلك تغيرت حال الأمريكيين قرأوا سنن الله قرأوا ليس بالضرورة من منظور إيماني يعني قرأوا سنن الكون والحياة فعرفوا من أين تؤكد الكتف إذا صح التعبير فسادوا العالم الآن طيب هل للمسلمين سنة معينة في التغيير ينبغي أن يلجأوا إليها ما الخصوصية الإسلامية في عملية التغيير هل ينبغي أن يقلدوا أمريكا في قراءة سنن الحياة والكون فقط فيسود أم أن للمسلمين خصائص وسننا خاصة أخي الكريم يعني لماذا نحن لماذا المسلمين يقلدون أمريكا أمريكا هي التي قلدتنا نحن تركنا ما يزم أن نقوم به وهي أتت بما يجب أن نقوم به نحن لذلك يعني تعبير أن نقلد أمريكا تعبير ليس صحيح خطأ خطأ يعني حتى هناك بعض الناس يعني لأجل التدمدني وتحضري يريدون أن يقلدوا أوروبا لا أخي الكريم نحن عندما كنا ملتزمين بسنن الكون وعندما بسنن الكون والتزام بسنن الكون وأن ليس الإنسان إلا ما سعى والسعي نحو نحو الالتزام بسنن الكون سنن الكون بالأسباب بالأسباب لأن الالتزام بالأسباب أمر من أوامر الله جل جلاله يعني إن الله تعالى هو الذي يعطي الشفاء ولكن يجب على المسلمين أن يذب إلى الطبيب يلزم على المسلمين أن يتعلم الطب لأن تعليم الطب هو فرد كفاية فإن في حي أو في بلد أو في قطر إن لم يكن هناك الطباء إن الله تعالى يجازيهم في الدنيا بالمرض ويعاقبهم في الآخرة بالنار لذلك نحن أغنياء ولسنا بحاجة الذين تقدموا هم قاموا بما يجب كنا أن نقوم به عقلا ومما كان يجب أن نقوم به نقلا وهذا الواجب يمكن أن نختصره بكلمة التغيير لذلك حتى لا نخرج من إطار الحلقة يعني كلمة التغيير كلمة مستوعبة لجميع ما يجب أن نقوم به لكن المسلمين أستاذ عبدالوهابي ربما لم أحصل منك على إجابة دقيقة عن موضوع التغيير الذي ينبغي أن يحدثه المسلمون في حالهم ما هو التغيير؟ لماذا المسلمون الآن متخلفون؟ لماذا؟ لأنهم لم يغيروا أنفسهم لم يغيروا أنفسهم في ناحية العلم لم يغيروا أنفسهم يعني أي لكن عندهم علماء كثور أخي الكريم يعني العلم تبعا عندهم علماء ولكن يجب أن نعلم بأن العلم في نفس الوقت هو يستوعب العلوم التي تتعلق بسعادة الإنسان في الدنيا أيضا يعني أكيد نحن نحتاج إلى حفاظ القرآني نحتاج إلى حفاظ الحديثين نحتاج إلى مفسرين ومحدثين ولكن بقدر وجوب حفظ الكتاب بقدر الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجب أن نهتم بالكيميا نهتم بالفيزياء نهتم بالأسترونومي نهتم بالعلوم التي نقولها هي علوم الدنيوية لأن ديننا هو يأمرنا بالعفار على الدنيا لذلك التغيير المسلمين يجب أن يقوم بالتغيير بأن يهتموا بجميع جوانب العلوم التكنولوجية العلوم العقلية العلوم التي هي يعني اهتمت بها أوروبا العلوم التي نحن أحدثناها نحن نحن كمسلمين أحدثناها وأوضعناها وأوضعناها تركناها وهم قاموا بها هم غيروا أنفسهم غيروا أنفسهم بالابتعاد عن المشاجرات وعن اختلافات وعن إراقة الدماء فيما بينهم نحن عندما كان العثمانيون وعندما كان الخلافاء الآخرون ابتداء من أصصاته إلى آخر الخلافات كان المسلمون يسودون العالم متى هم قاموا بسيادة العالم ونحن أصبحنا من العبيد عندما نحن جمدنا أنفسنا وتركنا أوامرنا الآن الآن أوان التغيير بمعنى الهتمام بالعلم بمعنى التركيز على على ألا يكون هناك تعارض بين القول والعمل المسلمون مثلا أنا كثيرا ما أقول كثيرا ما أقول نحتاج لأجل أن تحقيق التغيير في نفس الوقت أن نغير مفهومنا للتغيير يعني عندما المسلمون المسلمون يقولون إن الله لا يغير ما بقومنا حتى يغير ما بأفوسهم أخي الكريم يعني يتبادل إلى الذهن المسلمين أن يغيروا ما بأفوسهم أن يلتزم بالصلاة الصلاة عماد الدين أكيد ليس هناك الشكل حتى لا يفهمني المشاهد خطعا بأنني لا أعطي الصلاة يعني ركن من الأكان الإسلام ولكن أخي الكريم التغيير فكاذا يجب أن يكون في السلوك يجب أن يكون في الدماغ أيضا في الدماغ يعني يجب أن نغير تصوراتنا أيضا تصورات كيف يعني تغير المسلمون عندهم تصوراتهم التي يستقونها من الكتاب والسنة أخي تصورات من أين نأتي بالتصورات جديدة تصورات هي في إطار الكتاب والسنة كيف كيف ذلك كيف باختصار باختصار يعني أنا لا أريد أن أأتي بأمثلة أجنبية أنت ذكرت أمريكا كيف أمريكا أمريكا نحن عندما كنا نقود العالم أمريكا كانت غير موجودة في الأرض وذهب إليها المشردون الذين كانوا يسدون في بلادهم في بريطانيا وغير بريطانيا أوروبا ذهبوا إلى هناك وبعد ذلك تحول هذا المجتمع المتخربة إلى مجتمع مدني بماذا؟ بالتزامه بقوانين بقوانين الله التي خلق الله تعالى في الكون نحن نحن كمسلمون نعم القرآن يؤمن بذلك لماذا نحن يعني ما ظننا نقيد تصورنا نقيد ونحدد تصورنا تحديدا ضيقا لا يفتح لنا يعني أين يتجلى هذا التحديد الضيق يعني أنا أريد أن أفهم منك يعني ما طبيعة التغيير في التصور التي ينبغي على المسلمين أن يقوموا بها ما هو التضييق الحاصل الآن في التصور يعني أنا أقصد بأننا نحن نحن عندما نصاب بمسيبة نصاب بمسيبة أن لا نخصيس موقفنا نحو هذه المسيبة بقول الله تعالى إِنَّ لِلَّهِ وَأَنَّ إِلِيرُ لِكُلِّ مُسِيبَةُ وَبَلَئِنَّ أكيد لِكُلِّ مُسِيبَةُ وَبَلَئِنَّ اللَّهِ وَنِّرَجُلُ ولكن هذه المسيبة لماذا حصلت؟ هل إن الله تعالى خصصنا بأن نكون مصابين لا لأننا لأننا تركنا تركنا الأسباب تركنا الألم تركنا التعاون تركنا التصاند تركنا تركنا التحال التلاحم تركنا الألم العلم يعني تركنا الحساب تركنا الكتاب يعني تركنا التصور الذي يستعب مجال الحياة و جعلنا تصورنا تصورا ضيقا تصورا ضيقا أصبحنا ألمانية العملي وإن لم نكن ألمانية العقيدة نحن كعقيدة نفصل أعمالنا عن تصوراتنا الشرعية نعم يعني خصصنا بحركاتنا وساكناتنا ليس بالتصورين المؤمن العالم الذي يفهم الكتاب يعلم بأن الله تعالى أنزل الكتاب لأجل أن يطبق في العالم و حتى أن لا تكون فتنة و يكون دينه كله لله ولكن هذا إيمان شيء ولكن العمال والتصورات والقيام الرقود كأننا الآخرة شيء و الدنيا شيء نحن ركزنا على الآخرة وتركنا الدنيا التي تصلنا إلى الآخرة بالعلوم بالتصاند بالتمدن بالالتزام بالحضارة الحضارة يعني الرسول عليه السلام يقوله الرسول عليه السلام يقوله ارتب العلم شيء ارتبوا العلم ولو في الصين معنى ذلك نحن منفتحون لأخذ حتى لكن ثمت من يخليفك في هذا الرأي و دعني أنقل لك بعض الأراء يعني أو ملخص لهذه الأراء أستاذ عبدالوهاب ثمت من يقول أن المشكلة عند المسلمين ليست في البنية الفوقية أو ليست في البنية الفوقية بمعنى العلوم الزمنية علوم الدنيا و إنما المشكلة التي لا يلتفت إليها المسلمون الآن و هي قضية أنها عدء غربتهم عن دينهم يعني المسلمون مثلا هذا رأي ما تروح المسلمون يصلون و يحجون و يصومون لكن ليس لهذه العبادات أثر في حياتهم و في واقعهم و العملي فهم في الحاجة في النتيجة في المحاصلة هم بحاجة إذا العودة إلى دينهم عودة حقيقية تتمثل فيما فعله أبو بكر و عمر عندما وقعت المصيبة و ارتد العرب كلهم على المسلمين بقي القليل مع أبي بكر الخليفة و مع ذلك لم يقل إنا لله و إنا إليه راجعوا و إنما ذهب و غزاهم في أرضهم و حاربهم في أرضهم و عاد النصر للإسلام و المسلمين هذا رأي يخالف الرأي الذي تفضط به ماذا يمكن أن تقول أنا في الحقيقة جزء من رأيي هذا لكنك لم تأتي عليه لو جمعنا كلمات التي ذكرتها من أول برنامج حتى الآن سيخرج هذه النتيجة أنا ضد الحصر هذا جزء من الذي أريد أن أركز عليه نحن كمسلمون غربتنا عن ديننا ولكن تصورنا للدين لو كان محدودا لو كان محدودا هذا لا يمكن أن نبتعد عن الغربة عن الدين نحن نصلي ولكن للصلاة هناك انعيكاسات عن الحياة نحن نصوم ولكن للسيام هناك انعيكاسات عن الحياة اسم متحقق في واقع المسلمين نعم هناك نحن نزكي ولكن للزكاة هناك انعيكاسات و نتائج تلعكس على الاقتصاد و على الحياة نحن نقوم بواجباتنا ولكن تصورنا تصور ضيق لهذه الواجبات مثلا يعني نعود نغير أنفسنا بمعنى أن نعود إلى الدين أن نعود إلى أي دين إلى الدين الذي يذكر الله تعالى مثلا نعود إلى الصلاة إلى أي صلاة إلى الصلاة التي تنعى عن الفعشا والمنكر إقامة الصلاة و ليس تأدية الصلاة إلى إقامة الصلاة والصلاة تنعى عن الفعشا والمنكر نعود إلى الزكاة من بات شبعان وجر وجاء فليس منا نعود إلى إنما من أخوة لا يمن وحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه نعود إلى إلى أي شيء إلى إذا عاد المسلمون إلى دينهم وصلح لهم دينهم صلحة دنياهم أكيد لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزعه لا يرفعه حتى تعود إلى دينكم إذا تبعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقري وتراكعتم جهادكم صلت الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى تعود إلى دينكم يعني نحن نحتاج إلى التغيير بمعنى العودة إلى الدين ولكن العودة إلى الدين تصورا وتطبيقا فهما وعملا نعم وأن يكون مستوعدا لذلك التغيير يعني أن أغسل من التغيير نعم يعني هذا التغيير المستوعد طيب أستاذ عبداللهاب التغيير هنا يعني قبل أن أتي على أواخر الحلقة التغيير هنا مناطه مناطه التغيير على الأفراد أم على السلطان سيد الكريم طبعا التغيير هو مناطه على الجميع على السلطان أسه نعم أسه على الأفراد لماذا على الأفراد كما تكونوا يولى عليكم هذا ليس حديثا طبعا لا ليس حديثا هذا واقع نعم ولذلك لم أقل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقط أنا أوضح للسدى المشاهدين لم أذكر النبي في هذه ولكن هذه حقيقة هذه حقيقة لذلك يعني لو أتيت بمقدمتين أكيد سيكون نتيجة المقدمتين موافقة لأن المقدمتين هي الكبرى والصغرى حسب طبعا استلاح علماء المنطق لذلك يعني السلطان 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 أو السلطة هي نتيجة من نتائج أو صبغة من صبغ المجتمع المجتمع يعني والمجتمع المسلم يلزم أن يغير نفسه وتغيير المجتمع موقفا على تغيير الفرد وتغيير الفرد تغيير الفرد المنتج موقوفا على تغيير التصور والسلوك نحن الآن بحاجة إلى تغيير في السلوك في السلوك بأن نقوي سلوكنا وأن نقوي عباداتنا عباداتنا لا أقصد الصلاة فقط وعلى رأسها الصلاة يعني خلقا وخلقة وتعاملا وتعايشا وفي نفس الوقت التصور التصور الذي هو يستعب الدنيا والآخرة ومستزمات مستزمات مستزمات النتيجة التي نحن نبحث عنها وقد أرسل الله تعالى أنبياه لأجل تطبيق هذه النتيجة بالتغير في التصور طيب أستاذ عبدالوهاب هل التغيير في الإسلام فلسفة مجردة بمعنى أن التغيير فقط للتعبير عن الحركة والديمومة أم أنه ثمة هدفا وغاية كلية نهائية يريد الإسلام تحقيقها من وراء التغيير ما الهدف ما الغاية هي غاية التغيير ليس يعني فلسفة يعني الإسلام ليس فلسفة ما دام الله تعالى يأمون بالتغيير والرسول السلام يأمون بالتغيير هي ليست فلسفة يعني بمعنى ما الغاية 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 يعني إيجاد أفراد ومجتمع مسلم مرفح مسعود يعيش في رفحية ويعيش في سلم ويعيش في سلام وفي نفس الوقت يكون حراً بدماغه بالإيمان بالله تعالى لأن الإنسان إما أن يكون مؤمن لله وإما أن يكون عابداً لغير الله وغير الله لا يعد ولا يحصى والله هو قل هو والله حتى الله الصمت لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوانا حتى لذلك يعني التغيير هي هدف مقصد من مقاصد الإسلامي وليس خيار فسبحان الله التغيير هدف أم وسيلة التغيير وسيلة لتحقيق أهداف غايات كبيرة طبعاً أنا سألتك عن هذه الأهداف والغاية التغيير هو سبب هو سبب رئيسي هدف من الأهداف التي يعني به تتحقق الغايات الغاية والأهداف الكبرى يعني التي أنزل الله تعالى الكتاب ورسل رسل بها ونحن كتاريخ يعني نحن الحمد لله يعني خصوصاً المسلمون غير المسلمين ليس عندهم هذه الرأسمال حتى أن يقدموا الرأسمال لهم يعني لأجل الجواب على هذا السؤال ولكن عصر سعادتي وعصر الخلفاء وعصر الإسلام يعني لو نحن نظرنا إلى عصر الإسلام إلى تاريخ الإسلام لو وجدنا يعني عملياً بأن هناك تغيير عملي قد أنتج مجتمعاً يعني سلمياً مجتمعاً مرفحاً نعم مجتمعاً يعيش بكرامة يعني في جميع أنحاء ما تتعلق بالدنيا والأخيرة نعم السؤال الأخير لك أستاذ عبد الوهاب يعني انطلاقاً من من موضوع الحلقة وما تفضلت بذكره انطلاقاً من سنة الله سبحانه وتعالى في التغيير كيف يمكن أن يقرأ واقع المسلمين اليوم واقع المسلمين اليوم هو يدل على أننا بأشد الحاجة إلى التغيير لأن واقع المسلمين واقع سيء جداً هل ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى لا يغير الله ما في القوم إنما لم يكن له مغيراً نعمة أنعمها على قوم هل غير الله نعمه على المسلمين اليوم نعم لو أردت مني تفسيراً تفسيراً ليس مقرؤاً تفسيراً تفسيراً واقعياً مشاهداً لهذه الآية ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرهم لا يقول لك واقع المسلمين هو تفسير حي فانظر إلى واقع المسلمين وهذا هو تفسير هذه الآية لذلك نحن لكن المسلمين يملؤون المساجد ويملؤون الحجة ويملؤون بيوت المال يعني يتصدقون ويزكون أين المشكلة؟ أخي الكريم يعني عندما نحن لم نلتزم لم نلتزم يعني هذا ما يقومون به جيد وأنا لو عاتب وأقول الحمد لله ولكن هذا لا ينتج لأن فيه نقاصة يعني امتلاء المساجد بوعي هذا هو الذي يعني يسبب التغيير الحال تغيير الوضع الموجود إلى الحال المفقوط الذي هو يعني هدف هدف من أهدافنا وواجب من مواجبات المسلمين لأجل التحقيق والقيام به لذلك يعني وضع المسلمين وأحوال الأمة وحال الأمة الآن هي تبرهن على أننا يجب أن نركز على التغيير بابتداء من أنفسنا بالتزامنا وسلوكنا ووعينا ووعينا وبأن نأخذ الصحابة أسوة لأنهم أيضا أسوة في التغيير من أين أتوا ووصلوا إلى أي درجة من الدرجة فردا واجتماعا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبدالوهاب وأشكرك مرة أخرى على التسعي صدرك لمقاطعاتي التي طررت إليها في بعض الأحيان شكرا جزيلا لك مشاهديا كرام وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفياء الكريم الأستاذ عبدالوهاب إيكنجي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر